كنتك في اللي فت؟ أعم فرفش في اللي جاي وزعي لك شويف النص نرجعني فرفش تاني ماشي؟ أنا بحبي فرفشة فرفشك دلوقتي أنا بتاعت فرفشة أصلاً عايز أعرف شوية إنسانيات عنك حاجات محدش يعرف يعني أنت كنت في أجازة لفترة اللي فتك كنت فين؟ بتعمل إيه؟ بتقضي يومك إزاي؟ سفرت برا مصر سفرت فين؟ قولي حكيلي روحت لبيروت تحب إنت بيروت تحب بيروت لأ عشان بساعة لربع وصحابي كلهم هناك سريع آه فبروح وبرجع على طول بتعمل إيه بقى بتصهر فين؟ بتروح فين؟ لا ما بصهرش تصهرش؟ يا راجل يا كهرباء أنا بلتلك أنا صريحة والله مش صهر اللي هو بصهر بصهر أنا في أجازة بخرج بروح مع صحابي بس مش بصهر مثلاً اللي هو صهر يبقى مثلاً عن تمرين بصهر لا أنا في أجازاتي ما هو اللي بدان مفاش تمرين أنت في أجازة بصهر بس مش صهر مثلاً للناس متخيلية لا يعني لو أعادي مع صحابي في أماكن عادت كم يوم هناك في لبنان؟ أسبوع أصيرت كم مرة فيه؟ لا ثلاثة يام عشان ثلاثة من سبعة؟ أربعة يام بقعد في الجهة في التلج كويسي ممكن تتجوز لبنانية ولا لازم مصرية ولا ممكن من أي جنسية؟ الله على القفية الله لبنانية ولا مصرية ولا أي جنسية؟ طيب ليه اللي أسلام المحرجة دي؟ ده سؤال عام أنت لو سألتني يقولك مصري بيور أنا ما قدش إلى مصري عادي حد يقولك لا مش مصري لا أنا عادي والله أي حد إيه مواصفات البنت اللي ممكن تعجب كهرباء؟ خاصة أن أنت مش هقول علاقاتك كان عندك تجارب سابقة في خطوبات وزواجات أو كاتب كتاب مش زواج يعني كاتب الكتاب هو الجواز بس مش شفنا لكش فرح فواضح أن أنت في البنات ليجي اختيارات معينة إيه بقى شكل البنت اللي ممكن تحبها؟ شقرة صمرة طويلة طويلة أنت ماشو الله 182 ها؟ متر واثنين 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 إيه؟ لا والله يعني مفيش حد محدد يعني أنا مزاجنجي مزاجنجي يعني إيه مزاجنجي؟ يعني العادي بعجبني أم حاجة طبعا الروح الروح؟ الروح و... نسيبنا من الروح نسيبنا من الروح عشان كله بيقولوا الروح والله لا أنا كشكل موظفات شكلية تحتى بتحب الجميلة ولا الزكية؟ لا أنا حب الطيبة واللي تعف تحافظ علي وتصني ده أما حاجة الله، الله، كلام جميل بيش هلو أقف سماي الخشاب كانت معي من كام يوم في كلام الناس ملبا مصر الجميلة سماي الخشاب وأجهد لك رسالة نسمع ونرجع إيه الرسالة اللي بعتها الكهرباء يعني كهرباء إيه رسالة اللي بعتها لكهرباء كهرباء لازم يقالل الكهرباء شوية يعني أنا بعت قاله مع العصفورة يعني أنه إهدى شوية إهدى شوية إهدى شوية الكهرباء طبعاً لعب عظيم وده مستقبل كبير ركز بقى في نفسك شوية وحياة النبي يعني إيهدى شوية إيهدى شوية إهدى شوية إهدى شوية يعني بكل الحب أنا بقوله طبعاً بكل الحب يعني حاسة أنه هو هيبى حاجة جمدة جداً فليه بقى؟